اهلا بكم من جديد شاهدين الكرام لم تستفق القارة الافريقية ولا العالم من انقلاب النيجر ولا من انقلابات مماثلة في دول عدة إلا وباغتتهم الجابون بانقلاب جديد تتوزع دوافعه ما بين الحفاظ على الديمقراطية والتخلص من النفوذ الفرنسي وغيرها محركوا كما جرت العادة هم العسكريون الذين اعلنوا استلاءهم على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو قيد الاقامة الجبرية بعد ساعات قليلة من اعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رياسية ثالثة وفي البيان الاول الذي تلاه ضباط من القصر الرئاسي صباح اليوم عبر قناة تلفزيونية محلية اعلن الغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة واغلاق حدود البلاد حتى اشعار آخر حجة ضباط الانقلاف في القابون ان الانتخابات العامة الاخيرة تفتقر للمصداقية وان نتائجها باطلة نحن قوات الدفاع والامن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية ويعادة بناء المؤسسات قررنا باسم الشعب القابوني الدفاع عن السلام من خلال انهاء النظام القائم لهذا الهدف قررنا الغاء الانتخابات العامة ونتائجها المبتورة وقررنا اغلاق الحدود حتى اشعار آخر وحل جميع المؤسسات الدستورية ولم ينتظر قادة الانقلاب العسكري كثيرا لترتيب أوراقهم حيث اختاروا قائد الحرس الجمهوري الجنرال برايس أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية في القابون والذي أدى القسم في مراسم خاصة يحيط به عدد من العسكريين تلك التطورات وما صاحبها من إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة من قبل العسكريين في القابون جاءت بعد ساعات قليلة من الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بولاية رياسية ثالثة الرئيس القابع قيد الإقامة الجبرية أطلق نداء لمن وصفهم بالأصدقاء حول العالم طالبهم بالتدخل لإنقاذه وقال بونجو في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي إن زوجته وابنه محتجزان في أماكن مختلفة أنا علي بونجو رئيس القابون أوجه رسالة لأصدقائي في جميع أنحاء العالم كي أحثهم على إحداث جالبة تجاه أولئك الذين اعتقلوني واعتقلوا عائلتي ابني وزوجتي محتجزان في مكان ما أنا الآن في مقر إقامتي ولا شيء يحدث ولا أعرف ماذا يجري لذا أناشدكم أن ترفعوا أصواتكم ارفعوا أصواتكم ارفعوا أصواتكم هذا كان نداء علي بونجو لأصدقائي حول العالم إذن مشاهدين الكرام يرأس علي بونجو هو القابع في هذه الصورة والتي يبدو عليها الضعف بعد ساعات قليلة من الإطاح به في انقلاب عسكري علي بونجو والذي جلس على كرسي الحكم منذ 14 عاما هذه هي صورة علي بونجو بكل مقاومات الرئاسة وبكل القوة ثم بعدها بعد الانقلاب بساعات ظهر علي بونجو بهذا الشكل الذي رأاه البعض مظهر ضعيف للغاية ويطالب أصدقائه حول العالم بأن يتدخل ويقول أنه لا يفهم ما يحدث هذا الرجل علي بونجو كان على رأس سدة الحكم منذ 14 عاما وانتخب أول مرة عام 2009 بعد وفاة والده الرئيس عمر بونجو والذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما دعونا مشاهدين الكرام نتعرف على أهم المحطات في مسيرته السياسية هو رئيس ابن رئيس تولى زمام السلطة من والده عمر بونجو الذي كان رئيسا للجابون منذ عام 1967 حتى وفاته في عام 2009 علي بونجو البالغ من العمر 64 عاما وضع أقدامه على سلم السياسة في عهد والده حيث شغل منصب وزير الشؤون الخارجية ونائب عن مدينة بونجو فيل في الجمعية الوطنية أو البرلمان ووزير للدفاع بين 1999 و2009 كان علي بونجو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الجابوني وكان المرشح الرئيسي عن الحزب في الانتخابات الرئاسية عام 2009 بعد وفاة والده بحسب نتائج هذه الانتخابات فقد فاز بونجو ب42% من الأصوات بينما شككت المعارضة في نزاهة الانتخابات في أكتوبر من عام 2018 أصيب بونجو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني وعلى الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة أجرى في الأشهر الأخيرة جولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية إلى الخارج هذا الانقلاب ليس الأول الذي يتعرض له الرئيس الجابوني إذ أفلت من محاولة انقلاب سابقة في عام 2019 وعتقل على إثرها أو قتل كل مدبر المحاولة بعد ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية وقبيل الانقلاب الأخير أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون فوز علي بونجو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثر بقليل من 64% من الأصوات شاهدين الكرام وفي بلد يعد المسلمون فيه أقلية اعتنق الرئيس علي بونجو الإسلام مع والده عام 1973 تحديداً 1973 الرئيس بونجو متزوج من السيدة سيلفيا بونجو ذات الأصول الفرنسية ولديه ثلاثة ذكور كما ترون في هذه الصورة بالإضافة إلى ابنة واحدة تسمى مليكة حتى هذه اللحظة يقال أن أحد أبناء بونجو محتجز في مكان أو محتجز أيضاً تحت الإقامة الجبرية من قبل العسكريين الذين قاموا بالانقلاب علي بونجو قال أنه لا يعلم حتى الآن مصير زوجته أين هي هل هي محتجزة أم لا لكن المجلس العسكري تحدث بشكل صريح أنه احتجز أحد أبناء علي بونجو لأنه على ما يبدو هناك اتهمات ضده بفساد وأمور أخرى لكن هناك جانب أخرى تبدو للحقيقة مدهشة في حياة الرئيس المخلوع علي بونجو أظهر علي بونجو شغفاً مبكراً بكرة القدم والموسيقى كما أن والدته باتيناس داباني كانت مغنية وفي عام 1977 أصدر علي بونجو ألبوماً غنائياً تحت عنوان إيبراند نيومان تولى إنتاجه مان تشارلز بوبيت وهو الذي أدار أعمال الفنان الأمريكي الشهير جيمس براون في السنوات الأخيرة قال أنه أو علي بونجو في السنوات الأخيرة قال أنه يفضل موسيقى للجاز واليوسا نوفا وهي موسيقى برازيلية والموسيقى الكلاسيكية بعد أربع سنوات من إصدار هذا الألبوم تحول علي بونجو إلى السياسة وإن لم تصرفه أيضاً عن حبه للغناء والموسيقى جاهدين الكبير موسيقى 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 großer excuses موسى موسيقى 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 على ما يبدو أن علي بونغو كان يتمتع بموهبة حقيقية كما رأينا في المقطع السابق شهدين الكرام يبدو أن السلطات الجابون أزدت صميعا من دون قصد للانقلابيين بعد أن قطعت خدمة الإنترنت وحضرت التجوال تحسبا لأي أعمال شغب قد تعقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي شهدت تأجيلات وطعنت المعارضة في نتائجها وفور أن عادت الخدمة بعد البيان الأول لمن أطلقوا على أنفسهم قوات الدفاع والأمن المجتمع ضمن لجنة المرحلة الانتقالية انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتظاهرات متفرقة ومؤيدة للانقلاب العسكري وأظهرت صور ومقاطع مصورة لانتشار قوات من الجيش في شوارع العاصمة لبرافيل واحتشاد المتظاهرين حولهم مرددين هتافات تؤيد خطوة الضباط كما بثت وسيلة أعلام محلية لقطات مباشرة من شوارع لبرافيل عاقب الانقلاب وكالعادة في أي انقلاب أعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون ومجالها الجوي وهذا ما تظهر بيانات الملاحة المباشرة من موقع فلاير رادار والتي نراها مباشرة الآن لن تجد على خارطة الجابون هنا كما ترون أي انتشار لطائرات تحلق في الجو لأن المجلس العسكري الذي قام بالانقلاب على الرئيس علي بو قام بغلق المجال الجوي فضلا عن الحدود لدولة الجابون بأكملها كما ترون هنا هذه الصور من موقع فلاي لادار لا تظهر أي طائرات تطير فوق دولة الجابون في هذه المنطقة تحديدا لا توجد طائرات هذا بسبب قرار للانقلابيين في الجابون بغلق المجال الجوي لدولة الجابون وأيضا أغلقوا الحدود وهذه أمور متعارفة عليها ألف باء انقلابات كما يقولون وحدثها قبل ذلك في النيجر وكل الانقلابات التي سنتحدث عنها بعد قليل في إفريقيا والتي اقتربت من ثمانية انقلابات خلال ثلاث سنوات فقط شاهدين الكرام لكن ما الذي نعرفه عن الجابون على خارطة الاقتصاد العالمي ولماذا يولي العالم اهتماما بما يحدث فيها استقلت الجابون عن فرنسا عام 1960 ومنذ ذلك التاريخ حكمها ثلاثة رؤساء فقط بداية مليون ميمبا عام 1961 وعمر بونجو عام 1967 حتى وفاته عام 2009 ثم نجله الرئيس الحالي علي بونجو اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للجابون ويتحدث بها ثمانون في المئة من السكان إلى جانب لغاتهم المحلية تمتلك الجابون ثروة نفطية هائلة منذ اكتشاف الخام عام 1931 ما جعلها ضمن أكبر خمسة منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية شكلت صادرات الجابون من النفط والسوائل الأخرى ما يقرب من 79% من إجمالية إيرادات الصادرات خلال عام 2021 وقد بلغ انتاج الجابون من الغاز الطبيعي 454 مليون متر مكعب بنهاية عام 2021 وفقا لتقرير منظمة الدول المصدرة للنفط والتي تضم الجابون تعد الجابون من الدول الغنية باحتياطيات الماس واليورانيوم والذهب وصنفت الجابون من بين أعلى الدول على مؤشر التنمية البشرية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بفضل وفرة الموارد وتعداد السكان الضئيل نسبيا والبالغ نحو مليوني نسمة عندما يحدث انقلاب في أفريقيا عادة ما تتجه الأنظار مباشرة إلى فرنسا ذلك المستعمر السابق وصاحبة النفوذ الآخذ في التآكل في القارة الأفريقية ومحط اتهام الانقلابيين في مناطق نفوذها السابقة ففي أول تعليق فرنسي على ما يجري في الجابون اكتفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بالقول خلال خطاب القطوة أمام اجتماع للسفراء في باريس إن بلادها تتابع الموقف هناك عن كثب وفي باريس أعلن أيضا أو أعربا المتحدث باسم الحكومة عن إدانة بلاده للانقلاب في الجابون وشدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات أما السفرات الفرنسية في لبريفيل فقد نصحت مواطنيها في الجابون بالبقاء في منازلهم بسبب الأحداث الجارية ومن جانبها قالت وكالة رويترز إن الشركة إيراميت الفرنسية للتعديم أعلنت تعليق عملياتها في الجابون عقب تطورات الساعات الماضية ومن باريس إلى واشنطن ورد الفعل الأمريكي فقد صدر على لسان ليندا توماس جرانفالد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والتي أدانت لانقلاب العسكري إلا أنها لم تفصح عن أي إجراءات يعتزم مجلس الأمن اتخاذها إلى أن تتضح الصورة على الأرض ما زلنا نتحقق من الموقف الراهني حاليا وليس لدينا كل التفاصيل لكننا نتشاور مع باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها كما حدث مع انقلاب النيجر حيث عقد المجلس اجتماعا طارئا وأصدرنا بيانا شديدا لهجة إلى أن يتضح ما يحدث على الأرض لن نتخذ أي إجراء لكن لأقول بوضوح نحن ندين أي جهد من العسكريين للسيطرة على السلطة بالقوة إذن وفي إطار ردود الفعل الدولية على التطورات في الجابون قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن انقلاب الجابون سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وأضف بوريل في كلمة أمام وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي أن الوزراء سيبحثون بعمق التطورات في الجابون في اجتماعاتهم اليوم وغدا تلقيت الأخبار بشأن الجابون في وقت مبكر إذا تأكد ذلك فهو انقلاب عسكري آخر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها لا أستطيع قول المزيد لأنه ليست لدي معلومات إضافية ولكن بالتأكيد هذه مسألة ستطرح على الطاولة وسنناقشها هذه المنطقة بأكملها في بضع صعب للغاية من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى مالي وبركينة فاسو والآن النيجر وربما الجابون بالتأكيد يجب على وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين التفكير بعمق إزاء ما يحدث هناك وكيفية تحسين سياساتنا تجاه هذه الدول هذه قضية كبيرة بالنسبة لأوروبا ولم تتوقف ردود الفعل على انقلاب الجابون وطلبا لعودة السلطة الشرعية الحكومة البريطانية نصحت مواطنيها في الجابون بالبقاء في المنازل وتجنب أماكن التظاهرات وتجمعات والأنشطة العسكرية وفي موسكو قال الكريملين أنه يراقب الوضع في الجابون عن كثب في حين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن روسيا تتابع بقلق تلك التطورات وإذا كانت تان نيجر والتي شهدت الانقلاب الأخير في أفريقيا تنتمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تعرف اختصارا بالإكواس فإن الجابون هي مقر منظمة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والتي تعرف اختصارا باسم إيكاسا وهي تضم الدول على النحو التالي تضم تشاد على سبيل المثال ضمن المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس وأيضا تضم دولة جمهورية أفريقيا الوسطى تحديدا في هذا المكان على الخريطة وكذلك تضم واحدة من أهم دول أفريقيا وهي دولة الكاميرون وتضم أيضا جمهورية الكنغو ليست جمهورية الكنغو فقط لكن أيضا جمهورية الكنغو الديمقراطية وكذلك تضم إيكاس أنجولا دولة أنجولا تحديدا هنا دولة أنجولا وبعد ذلك تضم دولة بورندي وكذلك تضم دولة غينيا الاستوائية وتضم دولة لعلها غير معروفة لكثير من الناس وهي ساو تومي وبرينسب ضمن ما يعرف بالإيكاس هي دولة في هذه النقطة تحديدا وأخيرا تضم دولة الجابون هذه المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا المعروفة اختصارا باسم إيكاس غير منظمة إيكواس وهي المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا شاهدين الكرام القارة السمراء شهدت سلسلة انقلابات خلال العامين الماضيين شملت دول عدة منها تشاد ومالي وغينيا والسودان وبركينا فاسو وصولا إلى النيجر وأخيرا اليوم الجابون البداية كانت من مالي حيث وقع انقلاب في أغسطس عام 2020 على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قبل أن يقوم الجيش بالانقلاب مجددا في مايو 2021 ويأسر الرئيس با نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع أيضا العدو انتقلت من تشاد إلى تشاد عفوا بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي في إبريل عام 2021 حيث قام مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد إدريس ديبي قائد الحرس الرئاسي بحل الحكومة والجمعية الوطنية ومن تشاد جاء الدورة على غينيا في سبتمبر 2021 حيث أطاح الكونيل ممادي دومبويا بالرئيس الفاكوندي والذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة السودان لم تكن بعيدة عن الانقلابات العسكرية حيث أعلن الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان اللي اطاح بحكومة عبدالله حمدو قبل أن يندلع القتال بين الجيش والدعم السريع في وقت لاحق ومن السودان إلى بوركينفاسو وهي المحطة الخامسة ففي يناير 2022 تولى الجيش اللي اطاحة بالرئيس كريستيان كابوري وأحل البرلمان والحكومة وعطل الدستور وتم تعيين المقدم بول هيري رئيسا مؤقتا والمحطة قبل الأخيرة في الانقلابات كانت في النيجر وتحديدا في يوليو من العام الجاري احتجز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم وأعلن قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني نفسه قائدا للمجلس العسكري الجديد في النيجر ثم نصل إلى الدولة التي لحق بها قطار الانقلابات اليوم تحديدا الجابون حيث أعلن عسكريون استلاءهم على السلطة ووضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية